موسيقى نبدأ جولتنا مع صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت لا صلة بين تناول مضادات اكتئاب في بداية الحمل وزيادة خطر التوحد أظهرت دراسة حديثة أن تلقي العلاج بمضادات الاكتئاب خلال بداية الحمل ليس مرتبطا بالتوحد أو اضطراب نقص الانتباه أو النمو غير المكتم للجنين وذلك بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أدت إلى الخضوع لمثل هذا العلاج أما صحيفة اليوم السابع المصرية فقد عنوانت قضاء الوقت في الريف يرفع مستوى السعادة ويحسن المزاج كشفت نتائج دراسة حديثة أن الذهاب إلى الريف ليس جيدا فقط لصحتك لكنه يساعد على إبقاء الابتسام على وجهك ويعزز السعادة وتدعم هذه النتائج بحثا آخر علميا آخر نشر الشهر الماضي خلصت نتائجه إلى أن العيش بالقرب من الحقول المفتوحة والحدائق يقلل من خطر الإصابة بالسمنة أو الاكتئاب وإلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنوانت ربطة معصم لتشخيص داء السكري طور علماء في الولايات المتحدة الأمريكية ربطة معصم بإمكانها تشخيص داء السكري من العرق المتصبب من الجسد حيث يقوم جهاز استشعار بفحص مستويات الجلوكوز في العرق قبل إرسال نتائج إلكترونية عبر الهاتف الذكي من أجل تحليلها وتشخيصها وصحيفة الغد الأردنية التي عنوانت آلام الصدر مجهولة السبب مؤشر على أخطار تهدد القلب كشفت دراسة بريطانية حديثة أن آلام الصدر دون سبب واضح تعد إشارة لزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب على مدى السنوات الخمس التي تعقب ظهور تلك الآلام ويشير الباحثون إلى أن آلام الصدر مجهولة السبب هي إشارة خطر حتى في حال لم يكن الألم مرتبطا بأسباب متعلقة بالقلب ترجمة نانسي قنقر